السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي جميع ما عاملين ايه? الى اخبار. طيب النهاردة ان شاء الله هنكمل المحاضرة رقم اتنين في المنهج. في الجزء بتاعي يعني اللي هو بتعلوت في الوقت. ايه الجزء اللي احنا عايزين نكمل عليه النهاردة. احنا المرة اللي فاتت شرحنا الجوز صايدل مسود. هنكمل عليها النهاردة. اللي عليها كده مسائل مهمة محتاجين من عرفة. فهنكمل على الحاجة اللي اسمها الجوز صايدل مسود. طيب ايه بقى موضوع الجوز صايدل مسود ده لو انت فاكر تعالى كده نتكر مع بعض شوية حاجات. اه اول حاجة. اول اول الصايدل دي اصلا كانت طريقة بنحل بيها حاجة اسمها اللوت في لو. طيب احنا ايه كلمة لو انت فاكر? بيقول لك بص. لو انت عندك باس بور مسلا. اللي هو الحاجة اللي النحاس اللي بتربط بين اللي كومنس وبعض زي ما اتفقنا. طيب اسمها اي مسلا او رقمها اسمها اي. طيب احنا محتاجين نعرف لها كم حاجة عشان يبقى اللوت في لو خلص. مفروض اربع حاجات. الفولتج عندها كماجنيتيود. وزاوية الفولت بكام? والاكتف باور الانجيكتد بكام? والرياكتف باور الانجيكتد بكام? اللي يسميناها البي اوي. لو انت فاكر ومن تاني يا صديقي. الكيو اوي. اوكي كده? طيب. فلو انت عرفت الاربع كوانتت ستول اللي هو الفولتج كماجنيتيود وزاوية والباور كاكتف ورياكتف باور. فانت كده خلصت معنا كلمة هتديك بقى تلاتة باس سيستم هتديك اربعة باس سيستم وتفريداتك كام? انت تشتغل عليه. اخرنا في الامتحان اربعة باس سيستم. ايه هي الاكواشنز اللي احنا كنا بنشتغلها في الجاو الصايد الماسوب? تعال جدا نفتكر مع بعض. ايه هي الاكواشنز اللي كنا بنجيب بيهم الاربع حاجات دول? واحنا اثبتناهم المرة اللي فاتت. فزي ما اتفقنا ان انا ممكن اجيلك في الامتحان اقول لك. اثبت لي معادلات الجاو الصايد اللي اثبتناها في المحاضرة اللي فاتت. فالاثبات ده عليك وما تستغربش لو جبنا نظري في الامتحان. اوكي? طيب. ايه الاكواشنز بقى يا صديقي اللي انت لازم تكون عارفها هم تلاتة اكواشنز تعال نكتبهم كده مع بعض ونبدأ نحل المساكل. طيب. اول اكواشن كانت بتقول كده. ان الاكتب باور بس اوس كي بلاس ون. طيب. لو انت فاكر المرة اللي فاتت احنا شرحنا الاندسيز. يعني ايه شرحنا الاندسيز? قلنا ان الاي ده هو الباص نمبر. يعني لو ستك عايز تجيب البي عند الباور عند الباص رقم اثنين تحط الاي باثنين. طيب مين هو الكي يا هندسة? ده كان بيقولك كده ان هو الاتريشن نمبر ماينس ون. معناها ايه? لو انت باتريشن ون مسلا يعني بتطرح ون من ون تديك الكي دي بزير وها كذا. ويعني كلمة اتريشن ده الكلام اللي انت اخدته قبل كده اللي هي المحاولات. اللي هو انت بتفرض فرض الاول وتحل بيه. الفرض ده مش بيكون صح مية في المية. فبتطلع منه نتيجة. بتاخد النتيجة دي وتعوض بيها تاني لغاية ما توصل لايه? لأحسن الحلول الممكنة في السيستم اللي عندنا. طيب. بتساوي ايه بقى البي اي قس كي بلاس ون دي? بتساوي الريل. بتاعترم كده. اسمه البي اي ستار. كونججة يعني. صاميشن. جت ساوي واحد لغاية ان. واي اي جي. في جي. طب ظهر لنا كده انتسيس جديد اللي هو الجي. اهنا ايوة الجي ده. ما هو الا عداد. طب العداد ده بياخد رقم من كامل لكامل. قللك بياخد من واحد لان. طب مين هي الان ديها باش مهندس هي عدد الباصلز اللي في السيستم. يعني لو هما تلاتة يبقى الجي دي من واحد لتلاتة. لو هما اربعة تبقى الجي من واحد لاربعة وهكذا. طيب. التاني قانون يقولك كده ان الكيو اي قس كي بلاس ون. حتى فانا فيش حاجة اسمها قس كي بلاس ون. لو انت اتريشان ون تبقى الكيب زير ويبقى انها كيو ون. كيو اي توزي باور ون. طب معناها الكيو بتاعة الباص اي في الاتريشان ون. مش قس ون وقس اتنين وهكذا. بتساوي مينوس الامجنري. بتاع نفس الترمي اللي فوق. يبقى ده معناها الترمي اللي فوق ده بيكون لي الريل وامجنري. هديك اجزامبل دلوقتي حالا. جي بتساوي واحد لغاية ان. واي اي جي. في مين يا صديقي. في الفي جي. هديك اجزامبل مثلا. ان الترمي اللي هعلملك عليه دلوقتي ده. بالم دلوقتي. ده ترمي ده. ده بيطل عليه ريل وامجنري. مثلا طلع كده. اتنين. جي. ثلاثة. فتقول الريل هو البي. مينوس الامجنري هو الكيو. يعني الكيو ايكوال كام. ثلاثة. ثلاثة. الآخر معطلة يا صديقي بقى لا انت بتستخدمها. بقى لككده. ان البي اوي. في الاتريشان كي بلوس هون. ساوي. واحد على واي اي اي اي. افتح قوص كده واكتب حاجة جمدة كده يا بي اي نيجاتف جي كيو اي على في اي كونججت قس كي مينوس سوميشن الجي تساوي واحد لغاية ان بس خلبي لك هنا الجي لا تساوي الاي واثبتنا المرة اللي فاتت لواي اي جي في مين يا صديقي في فيشي طيب امت بقى يا بش مهندس تستخدم القانون الرقم واحد وامت تستخدم القانون الرقم اثنين وامت تستخدم القانون الرقم ثلاثة تعالى فكرة تعالى كده نفتكر مع بعض يا بش مهندس طيب امت تستخدم القانون الرقم واحد واثنين وثلاثة حطوهم قدامك لهم دلوقتي تعالى نبص مع بعض وعلى حسب الانون عشان كده لازم نرجع بقى انواع البصص طيب انواع البصص دي امعلم فيها تلات انواع لو انت فاكر حاجة اسمها سلاك حاجة اسمها بي في وحاجة اسمها بي كيو انا عايز اعرف مين الانونز في كل واحد لو انت فاكر بس لو انت فاكر الاسلاك بس دي احنا كنا نعرف له البي والآه سوري كنا نعرف له البي والزاوية لكن ما عرفلوش ولا البي ولا الكيو فده معنى انك هتستخدم المعادلة رقم واحد واثنين على الترتيب طيب البي في انت تعرف له البي والفي طيب ما عرفلوش ولا الكيو ولا زاوية البولت فده معنى تستخدم المعادلة رقم اثنين وثلاثة بالترتيب طب البي كيو أنا عرف له البي والكيو يبقى ما عرف لهش ولا الفولت كماجنيتيود وزاوية قال لك تستخدم المعادلة رقم ثلاثة بس ليه؟ عشان المعادلة رقم ثلاثة دي يا صديقي بتديك الفولت كماجنيتيود وزاوية طيب يبقى انت كده عرفت كل واحد منهم محتاج تستخدم له آني معادلات أوكي كده طب معلش باش مهندس هو ايه الرمز اللي اسمه وي في المعادلات دي لو انت فاكر ان الواي دي كنا بنجيبها من يعني ده element من elements اللي في الواي باس ماتريكس يعني بقى نفتكر من بعض ازاي كنا بنحسب الواي باس ماتريكس دي ونشوف الدنيا مش يسر طيب تعال نكمل الى اكزامبل اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت معلش هنعيد فيه شوية صغيرين فمعلش يستحملني يعني في الحتة دي وبعد كان حلة هو اكزامبل زي مهمين كمان أوكي وحاجة تانية صح المخضرة دي ليها بارتين ده البرت الاولاني منها ماشي البرت التاني هيكون ماتلاب هجيب لك كود كده اشرح لك عليه ماتلاب ده معناه ان انا ممكن في الامتحان اقول لك رايت ماتلاب كود بيعمل كذا او اجيب لك حتة من كود تفهم منها حاجة تكمل بيها المسألة اوه ده مهمة اوه بالنسبالي الكلام ده مش مقود في الشيط بس عليك في المنهج افهم بس الكلام طيب تعني اتكلم بقى المسألة الاولى كده اللي احنا حدلنا منها المرة اللي فاتت بس معلش تعالى نكمل بس نشوف الدنيا ماشي ازاي قال لك اول حاجة السؤال بيجي لك كده في الامتحان يوز يعني استخدم الجاوز صايد المسو لانهم زي ما اتفقنا طريقتين في حاجة اسمها جاوز صايد لو حاجة اسمها نيوت الراس فالامتحان يجي لك مسألتين واحدة كده واحدة كده ان شاء الله طيب قال لك استخدم الجاوز صايد المسو دي عشان تجيت اللوت في لوز اليوشن يعني اللوت في لوز اليوشن هاجي عند البصر رقم واحد والبصر رقم اثنين والبصرقم 3 أعرف أربع حاجات الفولتب كام كماجنتيوت الفولتب كام كزاوية الاكتب باور اللي داخلها بكام الرياكتب باور اللي داخلها بكام كده لو خلصت الكلام دي بانت كده أبتلوك في الو بتاعك طيب المرة دي ممكن طريقة السيستم تجيلك كده إما جيب لك السيستم مرسوم أو جيب لك السيستم بشوية معلومات مكتوبة وإنت ترسمه ده مهمة أو بالنسبة البصرقم 1 هو مديك زي ما اتفقنا إن الرقم ده هو الزد اللي هي بتاعة اللاين ما بين 1 و2 عشان ده البصرقم 1 وده البصرقم 2 الرقم ده هو الامبيدنس ما بين بصرقم 1 و3 الرقم ده هو الامبيدنس ما بين بصرقم 2 و3 طيب ايه أنواع البصر اللي هنا لو انت فاكر دايما البصرقم 1 ده ما فيوش زار هو ده اللي سلاك بص اللي بتحط عنده المين جينريتر أو المين ترانسفورمر بتاع السيستم طيب تعال نبص كده على البص رقم اتنين اللي هو ده ده بي كيو بص ليه هو قيل لك البيب كذا والكيوب كذا بس خلي بالك لازم انت تحولهم بريونت فأول حاجة لازم اتديك في السؤال الاس بيس بكام مش خليك انت تستنتجها طب تاني لو انا ما دتكش الاس بيس بكام اخدها بمية تاني اهو لو ما دتكش الاس بيس بكام في الامتحان هتاخدها سيبتك بمية وارطها اي رقم تاني مع نفسك طيب فالربعمية لو انت قسمتها على المية تديك اربعة بريونت المتين وخمسين لو قسمتها على المية تديك اتنين ونص بريونت على فكرة دي البي والكيو تبدي بي كيو بص طب الناحية التانية هتلاقي ده بي في بص المتين برضو لو قسمتها على المية تديك اتنين بريونت يبهو مديك البي ومديك موديلاز البي يبدا بي في بص طيب انا هقولك في الامتحان تعمل كام اتريشن اه اخرنا في الامتحان تعمل تو اتريشن يعني لو انا عايزة ارخم عليك شوية هقول لك كده سؤال كده في الاخر وكده هنت بيرفور بيرفور دو ايتريشنز خلي بلاك الكلام ده كله يكون معمول حسابه في الامتحان يعني دكتور عزتة يحط السؤال في الامتحان اوه تفير يحط كم دكتور ماهر برضه يحط كم سؤال وانا احط كم سؤال اكيد كل واحد مننا بيكون حالي للجزء بتاعه وعرف التايم بتاعه قد ايه ففكرة التايم دي انت ما تخافش منها بس خلي بقى لك انتايم هيزبط بالزبط يعني انت لازم تكون مذاكر كويس طيب اول خطوة في اللوت في الوقت نعمل ايها باش مهند كنا اول حاجة بنجيب الواي باس ماتريكس طيب ازاي كنا بنجيب الواي باس ماتريكس بقى احنا اتفانا اثباتها مش عليك ولا عايز اثباتها ممكن ابعتوا للعبد الله يديكم الاثبات بس انا مش محتاج منه حاجة طيب اول حاجة بتيجي عند كل منهم وبتقلب تجيب الواي بتاعته عشان دي زد خلي بالك في الامتحان اعرفها منين هي واي ولا زد عشان ممكن ما يكونش اقيل لك تاني اعرفها منين هي واي ولا زد من الاشارة دي اللي في النص لو هي بوزوتف يبقى انا مديك الزد على طول لو هي نيجاتف يبقى انا مديك الواي على طول فدي اول تريكة في الامتحان ممكن اعملها لك ان انا اكتب لك على كل ماشي الامبيدنس بتاعته الادميتنس بتاعته على طول اركز اوه في الاشارة اللي في النص دي لو هي موجبة يبقى دي على طول هي الزد لو هي سالبة تبقى دي هي الواي وفي الامتحان انا مش هقول لك دي امبيدنس ولا ادميتنس سيادتك لازم تكون فاهمها وانت راجل شاطر وكبير تفاهمها من شكل السيستم بتاعك طيب قال لك لو عملت واحد على الرقم ده عشان تعرف ان اي واي في الدنيا هي واحد على زد قال لي خلاص فانا ممكن اشتبديه خالص كده واعمل واحد عليها هيطلع تن ماينس جي عشرين اشوف تهي معلم الاشارة طلعت ايه ماينس ماشي طيب لو عملت برضو واحد على الرقم ده لو شيلته هيطلع عشر نقش جي ثلاثين لو انها التانية شيلت الرقم ده عملت واحد عليه تطلع ستاشر نيجاتي في جي ثلاثين تعال فكرك كده بسرعة احنا ازاي كنا بنعمل واي باس ماتريكس دي اشوف بعد جده خلق بقى انا مش هقولها لك تاني ماشي خلي السيستم قدامنا كده صديقي اش خلي السيستم قدامنا كده صديقي طيب الواي باس ماتريكس بتاعتك يا معلم اي اول حاجة او انت عندك كان بس في السيستم تلاتة يبقى الواي باس ماتريكس تلاتة في تلاتة فانيجي نعمل كده فديكي تحط هنا العمود الاول العمود التاني العمود التالت الصف الاول الصف التاني الصف التالت طيب التفاعل احنا بلكتب الاول الوف دياجون الاليمنتس وليس الون دياجون الاليمنتس فاحنا بنسيب دولي الاخر حاجة خالص يا صديقي طيب الوف دياجون الاليمنت اللي هو واي واحد اتنين اللي هو بيساوي اتنين واحد هتعمل ايه هروح لترانسميشل لاين اللي بين باس واحد وباس اتنين اللي هو فوق ده ماينس عشرة زائد جي عشري. فتحط هنا ماينس عشرة زائد جي عشري. وانت لما تمشي هنا هي هي بتسوي الرقم ده ماينس عشرة زائد جي عشري. لو عايز اجيب مثلا ما بين واحد و تلاتة تاخد ماينس عشرة زائد جي تلاتين يعني خدت دي وقلبت اشارته. تبقى ماينس عشرة زائد جي تلاتين. وتحط هنا صديقي ماينس عشرة زائد جي تلاتين. لو عايز ما بين اتنين وتلاتة اللي هو ده 16 ناوز جي 32 اللي بشارتها طبعا مينس 16 زائد جي 32 ومينس 16 زائد جي 32 تعالي بقى نجيبي الانضة يا جون الالمنس ايه الانضة يا جون الالمنس دول يا صديقي انهم واي واحد واحد واي اتنين اتنين واي تلاتة تلاتة طيب قال لك كنت بتروح يعني ايه واي واحد واحد هروح عند البص واحد اجمع كل اللي خارجين منهم بقى شارته فمعناها ايه عشان بس نكتبها بس عشان ننجدها ده بانت تكتبها انت في البيت دي مش اسم طيب هروح عند البص رقم واحد ده طالع منه 10 ناوز جي 30 و10 ناوز جي 20 اجمعهم فاطلع لك ان الواي واحد واحد دي بتساوي 10 و10 و20 نجاتب G50 اجمعهم اينا بقى شارته معدي جدا لو انت حنتش دي عندك حل تاني تبص على واي اتنين اتنين واي اتنين اتنين دي هجمع الرقم ده زائد الرقم ده 10 و16 ب26 نيجاتب G52 طيب لو وقف عند تلاتة تلاتة هجمع الرقم ده زائد الرقم ده تطلع 26 نيجاتب G62 ده اللي طلعه دي الواي واحد واحد زي ما اتفقنا ودي الواي اتنين اتنين زي ما اتفقنا ودي مين يا صديقي الواي تلاتة تلاتة اتفقنا دي بكتبها ايه لو انت فاكر دي الواي اللي في الصف الاول العمود التاني تبقى وي واحد اتنين طب مثلا دي يجي الY اللى في الصف التالت العمود التاني تبقى Y ثلاثة ما هركز يبلغ Jessica انا اول سؤالة طلبdas لك في الامتحان كونستروكت الY باستماتريكس عملت لها كونستروكشن اللي هو طلعت الرقم ده قام زي ما اتفقنا طلعت الرقم ده بقام زي ما اتفقنا وطلعت الرقم ده بقام زي ما عتفقنا طيب تاني خطوة صديقي هطلب منك انك تعمل الجدوى للإدي ITH طيب يبقى تاني خطوة اللي انت لازم تعملها صحة في اللي انت حلها عملتها غلط شكرا يا باشا انا مش هبص وراك اصلا انت عامل ايه اعرفش ان دي كان بقى ساعتها يعني انت وحظك وانا بصحة ماشي اللي احنا محتاجينها هنا اقول لك ايه بقى زا فولوينج تيبل قال لك اعمل لي الجدول الاتي ما هو الجدول ده بقى قال لك بص يا صديقي اول حاجة تعمل جدول كده شو بقى بيكون من ايه الباص نامبر الباص طيب النون الانو طب انا عندي تلاتة باص بس بي تعمل كده ماشي فتعنا نعمل كده باص بي اول حاجة اه ماشي 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 ممكن اكون مندولك على شكل جدول من كود متلاب ماشي طيب هفهمك على المتلاب ده ونشتراحه مع بعض مش اقول لك انت خدته قبل كده طيب النون والانون يا هندس طيب هو انت راجل ما حلتكش غير تلاتة باص سيستم ادي واحد اتنين تلاتة اتفقنا الاولاني لو رجعت في الفيديو شوية صغيرين كان سلاك باص التاني كان بي كيو باص التالت كان بي في باص ي seizeais يبقى لسلاك باص ده انا متأكد ان انا هكون عارف مجنيتود الفولت بتاعه والزاوية بس ما عرفش ولا البي ولا الكيو البي كيو باص يبقى انا متأكد هكون عارف البي بتاعته والكيو بتاعته بس ولا عارف مجنيتود زاويته مجنيتود فولت انا اسف ولا زاوية فولته بكام البي بي بس انا متأكد هكون عارف البي بتاعته بكام ماجنتيود البولت بتاعته بكام لكن ما عرفش ولا الكيو بتاعته بكام ولا اي تاني ال ايه الدلتا بتاعته بكام الناس دي ما عرفهاش فلو انت خلصت اللوت في له يعني جيت في خانة الانوم كده جبت كل الارقام دي قوي طب اتفقنا معلش اتفاق تاني هلا وانا في اللي انت حان ما جبتلكش سيرة وما قلتلكش اشتغل على الستاك بس خلص انت مش من حقك تنفض للسلاك بس الا لو انا طلبت منك الاكتب باور والرياكتب باور بتاعت السلاك بس طب انا ما طلبتش ما اجيبهمش وما تتطوعش انت مش هيكون معمول حسابه في وقت الابتاح لكن لازم اجيب بي 2 بكام ودلتا 2 بكام وكيو 3 بكام ودلتا 3 بكام اهو استنتقل اللوت اللي بتاعته بتاع نرجع كده للسيستم بتاعنا ونشوف السلاك بس كان فولتو وزاويتو بكام قال لك والله السلاك بس اهو فولتو ب1.O5 ما تدكش زاوية حطها صفر يبقى ايزا ممكن دي اكتبها 1.O5 طبعا من غير ما اقول لك والزاوية بتاعتك صفر درجة طب تعالا نشوف بي 2 وكيو 2 بي 2 وكيو 2 دا هديك تقول لها هندسة ان بي 2 باربعة وكيو 2 باتنين ونص لازم تحط عندهم مينوس ليه حط عندهم مينوس عشان احنا اتفقنا ان اي باور في الدنيا بتساوي البي جينريشن نيجاتف البي ديمون طيب يعني الساهم خارج لبرة دا يعتبر ديمون بدلا انت معندك الجينريشن فتحط دي بصفر زي مثلا دي باربعة تبقى بمينوس اربعة يبقى ايزا البي 2 بمينوس اربعة والكيو 2 بمينوس اتنين ونص شرحنا الكلام دا ان ديتين لزا بمرة اللي فاتت يبقى دي بمينوس اربعة ودي امعلم مينوس اتنين ونص اخر واحدة البي في بص البي في بص انا ما اديك مجنيتود الفولت بوان بوينت او فور والباور دخلة بدل دخلة تحطي الوزط بعادي باتنين عشان دي يعتبر جينريشن مش ديمون يبقى وان بوينت او فور واتنين حلوة اوي 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 وان بوينت او فور في ريونة طبعا ودي صور للعكس انا اسفل دي كانت اتنين بي ريونة ودي وان بوينت او فور بي ريونة حلوة قال لك بص باما خلص بدلين انت عملت الجدول كده انت راجل شاطر تعال بقى نعمل حاجة لذيذة اوي يا صديق اول حاجة هتيجي تقول ايه بقى الخطوة رقم ثلاثة دي اللي تفرم معايا في الامتحان لو مليش دعوة كان مين دكتور قبلي قبل كده كان بيعملها بطريقة تانية انا عددك تشتغل بالطريقة او الريفرنس اللي انا شغال عليه قال لك اول حاجة احنا هنشتغل اتريشان ون شو قال لك تو اتريشان اه خلاص اتريشان ون اتريشان ون دي هتيجي تكتب كده ان الكي بتاعتك بصفر شاحتفنا الكي هي اتريشان نمبر مينوس ال ون اه ماشي طيب انا قلت لك جملة ولو عملتها غلط في الامتحان بجد انا هديك صفر في السوقات بجد انا مش بهزر ويز البي كيو بص يعني بالعربي ما تمشيش بالترتيب الا لو هو مترتب يعني ايه البي كيو بص حصدك كنا اللي هو بص رقم اثنين فهبدأ ببص رقم اثنين فيه مسألة كمان شوية هديهلك ان البي كيو بصدة هو بص رقم ثلاثة فهبدأ في البص رقم ثلاثة ماشي ده مهم بقى انت بص اثنين ده اسمه بي كيو بص يعني انت عايز تعرف مجنيتود الفولت والدلت يبقى انت تستخدم المعادلة رقم ثلاثة بس تعال نكتب كده بقى بدل الباصل رقم اثنين تبقى الاي باثنين والجه ده هو عداد بيجي من واحد لنمبر الباصلز يبقى من واحد لثلاثة تعال بقى نتعلم ازاي نكتب المعادلة عشان بس ما نتطلق باطلش نشيل بيقول لك كده ان في اي في الاتريشان كي بلاس ون هتسيب واحد على واي اي اي افتح قوس كده وكتب الاي اي اي بي اي النيجاتف جي كيو اي على في اي كونججت قوس كي النيجاتف صاميشن من جي تساوي واحد لغاية اي ان بس الجي لا تساوي الاي ماشي واي اي جي ثمين يا صديقي في في جي ما تيجي نعوض بقى بالثلاث حاجات دول تعوض عن الكيب صفر وعن الاي باثنين وعن الجي كاونتر من واحد لثلاثة خلاص اي بقول كده هي بقى في في اتنين قس واحد عشان هي زيرو بلاس ون هتساوي واحد على واي اتنين اتنين افتح قوس كده صديقي طبها هي بي اتنين نيجاتف جي كيو اتنين على في اتنين كونجيجت قوس كي كي دي اللي هي زيرو صح بعد كده نيجاتف صاميشن الجي تساوي واحد لغاية تلاتة بس خلي بالك الجي لا تساوي الاي يعني لا تساوي اتنين مين بقى صديقي واي اتنين جي في جي لزا يا صديقي ما تفكش تعالى بقى نتشوفها كده نمشي واحدة واحدة عليها ونشوف دنيتها ماشي ازاي ماشي خلاص تبقى في اتنين في الاتريشان وون هتساوي واحد على واي اتنين اتنين افتح قوس كده واكتب بيتو نيجاتف جي كيو تو على في اتنين كونج جيت قس زيرو نيجاتف منطقي الصاميشن لا تفكر كم مرة هما مرتين بس مرة تجيب واحد ومرة تجيب تلاتة عشان بقولك ما تحطش الجي باتنين افتح قوس تاني كده واي اتنين واحد في واحد زائد واي اتنين تلاتة في تلاتة اقفل اقفل كده خلصت قالك لا ايه تعال اقولك انا اشغال على الاساسية طيب قوس زيرو دي معناها انت هترجع للتيبل طيب انت بحط قوس زيرو وانت بحط قوس واحد وانت بحط ما فيش حاجة خالص اقول حاجة الواي باس ماتريكس دي معلاش حاجة دي واي اتنين اتنين دي بجيبها من الواي باس ماتريكس الالمنت اللي في الصف التاني العمود التاني طيب تعالى مسك بي اتنين بقى هترجع معلش للجدوى اللي هنا جد طيب هي بي اتنين دي موجودة في خانة النون ولا لأ اوه انت عارف موجودة في خانة النون دي معناها ايه معناها ان قيمتها ما بتتغيرش مع عدد الاتريشن يبقى بي اتنين دي ولا تحطها قوس زيرو اتريشن زيرو ولا اتريشن وان ولا اتريشن اتنين هتفضل طول عمرها بي اتنين بس وطول عمرها كيو اتنين بس فمعناها ما تحطش حاجة فو بي اتنين وما تحطش حاجة فو كيو اتنين طيب البي اتنين اصلا هي في القانون قوس كي باور كي يبقى حطت هي زيلو حق ربنا عشان انت في اتريشان وي اتنين واحد دي وي بوس متر فستعان نرجع لي في وان في وان ده ده معروف كمقدار كمقدار وكزاوية طول عمره هيفضل وان بوينت او فايف وطول عمره هيفضل زاويته صفر مهما غيرت عدد الاتريشان فده معناه ان في وان ده ما يتحطش فيه حاج نجي على اخر حاجة اللي هي بي تلاتة اه بي تلاتة دي هتقول لي يا دكتور انا عارف مجنيتيودها بس زاويتها بتتغير مع الاتريشان ما معنى كلمة الامنون دي ايه يعني كلمته بتتغير مع الاتريشان يبقى ايزا ليه تلاتة دي يبقى دلوقتي ما يمفعش ما حطش فيه حاجة يبقى ما حط فيه ايها زيرو او او اسأل بقى نفسك سؤال كده هل انت دلوقتي وانا شغال من اول وانا طالع فوق هل انت جبت فيه حاجة اسمها في تلاتة وانا انت مارس اصلا ما جبتش حاجة فمعليش غصب عنك كده معلل هتيجي تقول لي فيه تلاتة دي قص زيرو يعني في الاتريشان زيرو معناها هترجع لقيمتها من الجد طيب تعال بقى نعوض واحدة واحدة كده ونشوف الدنيا ماشي ازاي ماشي ماشي انا مضطر نمسى حدول بس تعال بقى نعوض بالارقام كده يا هندسة ونشوف دنيتنا هتقول ايه وي اتنين اتنين دي حتى فانا اتعالى نجيبها بس مرة واحدة كده هتجيبها من الواي باسمار فلو رجعت خلاص بقى مش هارجع تاني ماشي لو انت محتاج واي اتنين اتنين اهي هي دي يا معلل هروح للصف التاني الصف التاني العمود التاني تبقى هي دي واي اتنين اتنين طب لو احتاجت مثلا واي اتنين واحد اهي لو احتاجت واي اتنين تلاتة اهي خلاص مش هارجع تاني بقى ده رقم انت بتحطه على الكالكليتر يعني مش اسم طيب خلاص يبا وي 2 2 دي معاك يا صديد وي 2 2 دي معاك يا هندس طيب اول حاجة بي 2 هترجع للجدول بي 2 دي بمينس 4 كيو 2 هترجع للجدول تلاقيها مينس 2.5 بي 3 بي 2 قصة 0 قصة 0 دي معناها هرجع للجدول قصة 0 دي معناها هرجع للجدول قصة 0 معناها لبقى شرط الزاوية V2 دي معناها الفولت بتاع باس 2 طيب للأسف هترجع للفولت بتاع باس 2 انت ولا تعرف له مجنيتيود ولا زاوية فبتأسيوم حاجة اسمها Flat Voltage Profile يعني ايه بقى يا هندسة Flat Voltage Profile دي اي مجنيتيود فولت ما تعرفوش حطه بواحد بريونت مبدئيا واي زاوية ما تعرفوهاش حطها بزينو طب هل الفرض الصحة ولا غلط ايشت انا بفرض Initial Start وبمشي Iterations واشوف الفرض ده يوصلني لصحة ولا غلط فده معناها بدل انت ما تعرفش ال V2 ولا كمجنيتيود ولا كزاوية قال له خلاص حطها بواحد وزاوية صفر طب هنا ده معناها الكونش يجد مش هيفري لا الكونش يجد ده معناها بتقلي بشارط الزاوية زاوية صفر دي قال لبشارطها عمل بها ايه ماشي ماشي يبقى ايزا يا صادق خلاص ال Y2 ال واحد دي بيجبها من ال Y-Pos Matrix ال V1 دي لو رجعت للجدولة هي 1.05 وزاوية صفر Y2 تلاتة دي من ال Y-Pos Matrix V3 قص زير V3 كرقم 1.04 الزاوية معرفاش حطها بزير وتبقى 1.04 زاوية صفر لو عملت الكلام ده عالتالك الكليتر يا صديق هيطلع لك حاجة جمدة جدا هيبقى الحاجة جمدة جدا ان V2 في ال Eteration رقم واحد هيطلع بالرقم ده 0.976 والزاوية بتاعتك مينوس 2.49 طيب اعرف منين تقريبا ان احل الصحة ولا غلط قالك من الارقام اللي تطلع لك يا هندسة بمعامل الرقم ده لازم يطلع قريب من الواحد والرقم ده لازم تطلع زاوية صغيرة يعني ما ينفعش اطلع ده 9 بريونتي طلع ده 10 بريونتي ما انتكها بتهري فالموصديب ما ينفعش هي بي 2 أس كام يا يا بشمونتس قص واحد جبناه طيب تعال بقى اروح لبصر رقم 3 قط قالك هندسة كما تفكرني بس ببصر رقم 3 ده كان نوعه ايه الاول قط بصر رقم 3 اول حاجة استلك كيب صفر بس الاي بقت بتلاتة والج ده كاونتر من واحد لتلاتة هو ده كان نوعه ايه يا صديقي بي 2 بس يبقى انت محتاج له الكيو والزاوية يعني ابدأ بالكيو لأو تعني اكتب معدتها كده كيو اي قص كيب لس ون هتساوي الريل لأ ده ثانية الكيو دي مينس الامجنري مينس الامجنري بتاع افتح قص كده اكتب في اي كونججت سميشن جي تساوي واحد لغاية ان واي اي جي في جي هاضر تعال ان فك بقى يبقى هي بتساوي مينس الامجنري بتاع المرة دي هيتفكوا ثلاث ترمات بقى في شنر استراجشن في اي كونججت يعني في تلاتة كونججت شنبس رقم تلاتة السميشن دي مرة تحط الجي بون ومرة تحط باثنين ومرة تحط بثلاثة والاي دايما بثلاثة يبقى كنها واي تلاتة واحد في واحد زائد واي تلاتة اتنين في اتنين زائد واي تلاتة تلاتة في تلاتة اقفل اتفقنا ان الترم ده هيطلع لك لريل وامجنري خد ماينس الامجنري بتاعه ماشي؟ انا ما عنديش مشكلة في الوايات يعني دي باجيبها من الواي باس ماتريكس واي باس ماتريكس واي باس ماتريكس هاجي على كل فولت بقى وحط زيرو او وان او مفيش تعال نرجع بقى تاني كده كانت تفقنا فيه وان ده بتاع الاسلاك باس ما تحطش فيه اي حاجة عشان هو ثابت في الماجنيتود والزاوية طيب لو انت فاكر في تلاتة ده في تلاتة ده كنا بنحطه فيه قس زيرو زي اللي فاتت بالزبط عشان كانت زاويته بتضغيه طيب في تنين بقى يبقى في تلاتة دي قس زيرو بارد ماشي؟ طيب في تنين بقى تعال نرجع كده في تنين انا ولا اعرف الماجنيتود بتاعه ولا اعرف الزاوية بتاعته يبقى يما تحط زيرو يما تحط وان زي ما اتفقنا طيب احط وان هقولك لان احط وان عشان انت حسبت اصلا في تنين قس وان فمنطقه تاخد قيمته وتعوض بي يبقى كنا صديقي في تنين قس و قد تعال نعواج كاش انت كن فاهم بس في تلاتة زيرو دي معناها هرجع للجدول وخد الكونشجد طيب رجعت للجدول في تلاتة وان بوينت او فور الزاوية معرفاش احط صفر كونشجد مش عيفر معاي طيب الفي واحد دي كانت سبتة بون بوينت او فايف وزاوية صفر الفي تلاتة هي طيب الفي تنين قس واحد بقى اللي انت لسه جايبها حال اللي هي او بوينت تسعة سبعة ستة وزاوية اتنين بوينت تسعة واربعي لو طلعت دي بصوا بقى صديقي كده يبقى دي اكي انها كيو تلاتة قس زيرو بلاس وان يعني اكي انها قس وان يبقى انت اكي انك طلعت كده معلم كيو تلاتة قس وان هتساوي وان بوينت ستة وشرة او تعالى اقول لك فكرة تانية معلش لسه جاي في دماغي حال انا ممكن اجا اقول لك ان البي في باص اللي عندك ده انا عامل ريستريكشن على كيو بتاعتك يعني ايه هندسة انا عامل ريستريكشن على كيو بتاعتك هقول لك كده ان مثلا مثلا ده مش في السؤال ماشي ان مثلا ان الكيو تلاتة بتاعت الباص او الكيو بتاعت الباص رقم تلاتة دي انا بقول لك كده لازم shouldn't it shouldn't it shouldn't exceed مثلا او بوينت فور بريانت ده معنى ايه ان اللي انت طلعته ده غلط وتسبتها ب او بوينت فور وتكمل بيها حل المسألة ده لو انا اقيل لك كده لكن في المسألة دي انا مش اقيل لك كده فهنكمل بالوان بوينت سكستين طيب كانت اجبت الكيو تلاتة صح يبا انت محتاج دلوقتي تجيب البي تلاتة ماشي على اخر مرة بس اعرفك ازاي بنعمل بالقانون وتبدون يا بالنسبة لك رائعي ماشي مفوض دي ما نحفظ نابس تعال نكتبه وماشي ان في البي اي في الاتريشن كيب بلاس اون عشان انا باك في المسألة الجاية انا مش اعرض اعواض لك كده خلاص بقى انا مش فاضي يعني كيب بلاس اون دي بتساوي واحدة على واي اي اي افتح كده اكتب بي اي نيجاتف جي دي بتجيبها من الواي باس ماتريكس عادي افتح كده هتقول بي تلاتة نيجاتف جي كيو تلاتة على بي تلاتة كونججد زيرو زيرو دي معنى جاد ولا على طول نقص هتبقى واي مرة تلاتة واحد في واحد ومرة تلاتة اتنين في اتنين اياك تعوض بالتلاتة تلاتة تعالى نشوف ايه الحاجات السهلة او ايه الحاجات الصعبة الوايات دي زهلة وعلى فكرة الفي اون ده ثابت بوان بوينت او فايف وزاوية صفر تعالى نشوف بقى مين اللي بيحط فوق اي زيرو ومين بتحط فوق اي وان ومين ما بتحطش فيه اي حاجة بنفس الكنسيبت بالزبط تعالى نشوف بي تلاتة وكيو تلاتة هرجع للجابة بي تلاتة سابتة دايما بي اتنين ما تحطش فيه اي حاجة لكن كيو تلاتة دي انت مش عارفها مش عارفها دي معناها يتحط قص زيرو يتحط قص وان طيب انا هحط قص وان ليه؟ عشان انت اصلا حاسب كيو تلاتة قص وان ويتعاوض عن كيو تلاتة قص وان دي بوان بوينت سكستين والبي تلاتة دي كانت بكام يا باشا لو رجعت له فوق بي اتنين وفي تلاتة زيرو كونج جديد معناها برضو لو رجعت للجابة تطلع وان بوينت او فور الزاوية ما عرفاش احط كام بي اتنين احط بي اتنين قص واحد يعني بلاك برضو رجعت للجابة لهو بي اتنين دي بتتغير اه بتتغير انا هتحط قص زيرو قص وان بس انا هحط قص وان عشان احاسب بي اتنين قص وان هي بتعود صديقة عن بي اتنين قص وان بالرقم اللي انت بتحطه من شوية المهم هتطلع ان في تلاتة قص وان هتساوي في وان بوينت او فور وزاوية نيجاتيب او بوينت تمانية وعشرين طيب على فكرة بدل انت حسبت في تلاتة وحسبت الكيو تلاتة وحسبت في تنين خلاص يبقى اللوتفل هو بالنسبة له خلاص وانا ما جبتلكش سيرة عن ايه يا صديقي عن الاسلاك باس فكرة طيب تعال بقى نتعلم ازاي نعمل الساكند اتريشن بسرعة عشان انت في الامتحان تنجز نفسك والدنيا تكون بالنسبة لك لذيذة طيب هتجي تقول لي والسؤال ده اللي هيتكرر كتير دكتور هو انا لازم في الامتحان اوريك انا معوض بكل رقم بكام اه معلش انا محتاج تعمل كده صديقي تكتب المعادلة وتيجي عند كل رقم من دول تعملي بسهمة تقول لي انت عوضت عنه بكام طيب ليه انا لو لقيتك كتبت المعادلة صح وما كتبت ليش ارقام وطلعت الفاينال انسر غلط انا هنقصك كتير انت مش موالين انت معوض بايه لكن لو انت تديتني كل رقم من دول سيادتك معوض بيه بكامل انا هرقب بحالك وتبقى الدنيا بالنسبة لي لازيزة يبقى تاني وانت بتحل السؤال ده وانشوف بقى مين يتفرج على المحاضرة ومين ما تفرجش على المحاضرة هتكتب المعادلة قدامك ولتكن كيو ثلاثة اسوان هي المعادلة دي هتجي عند كل ترم من دول يعني تقول لي ويه ثلاثة واحد تعمل لي سهم كده واللي انت عوضت عنها بكامل في واحد دي يعمل لي سهم كده واللي انت عوضت منها بكامل انسر لو غلط احس ان انت اي شغال صحي تعال نجيب بقى لو انا عايز اعمل second iteration في السريع بص انا اعمل اي بسرعة هل بقى رجع اكتب القوانين تاني وعيش حياتي لقى الموضوع اصلا من كده تعال بقى لو انت عايز تعمل second iteration اي تريشن تعال بس اواريكها كده في صفحة فاضية وبعد كده نرجع لها اهي مش صفحة فاضية لها انا لو عايز اعمل second iteration احنا اتفقنا second iteration دي معناها ايه اللي انت تخلي الكي هي اي تريشن number minus 1 يعني الكي بتاعتك تساوي 2 minus 1 تبقى الكي بتاعتك بوضع انت عارف ده معناه ايه بصو انت عارف ده معناه ايه بصو اللي معلوهش حاجة سيبه معلوهش حاجة اللي عليه زيره حط عليه 1 واللي عليه 2 واللي عليه 1 حط عليه 2 بمعنى تعال نرجع كده واريكها نعص دي نرجع تاني نمشي بنفس ترتيب بالزبط بصدو طيب هتبقى دي مش قصوان دي هتبقى قصدو ماشي معلقاش حاجة معلقاش حاجة اه دي هتبقى قصوان اه تعال بقى يعني ايه كلمة V2 شايف انت V2 قصوان دي اه خد الرقم ده بس سقل باشارة الزاوية اللي معلقاش حاجة اه طب V3 تبقى قصوان بس في الاخير ما انت كده طلع تلي V2 قصتني ماشي اللي بعد تعال نروح للكيو نفس الفكرة برضو هتبقى دي Q3 قصتني هتروح هناك تبقى V3 كنش جيت قصوان كنش جيت دي ما تستاش تلي بشرط الزاوية دي هتبقى قصتني دي هتبقى قصوان هروح لنا حتى هتبقى دي قصتني وهتبقى دي قصوان قص اتنين انا هيسب برضو عشان هي وان تبقى اتنين على طول الزيرو هتبقى وان الوان هتبقى طول بس كده وانت جيبت تاني اتريشان والدنيا تكون بالنسبة لك لازيزة انتاش بس حوار كنش جيت ده اللي انت بتقلب اشارة الزاوية يعني لقيت في اتنين او بوينت تسعة وزاوية نيجاتي في اتنين بوينت تسعة واربعين خليها بوزت في اتنين بوينت تسعة واربعين ده الايجزامبل لو انت عايز تحله بقى بالارقام يعني والدنيا تكون بالنسبة لك لازيزة تمام اوكي كده اه تعالينا ارى حتة دي برده عشان دي مهمة بالنسبة قالك لو انت عندك في اللوت باس اللوت باس ده اللي هو البي كيو باس قالك انا عملتلك حطيتلك كابستف ايلمنت قالك الكابستف ده بيجينريت كيو لو انت فاكر صحي كده حلو طيب الكيو دلوقتي دي الكيو ديماند اللي هي بوينت فور طيب انا قلتلك الكابستور ده بيجينريت بوينت اتنين يبقى عوى كده ان الكيو بتساوي هي الجينريتشن ناقص الديماند طيب الجينريتشن هو بوينت اتنين والديماند هو بوينت فور وتطلعك انك بتعوض بمينتص زيرو بوينت اتنين ايه ده؟ هتقول لي يا باش مهندس لود باس والكيو بتاعته بالمينس اه اتفقنا الكيو بتاعته دايما بالمينس طب هل ده معناه اللوت باس دايما بيكون عند الوجود ما يكونش عنده generation لا انا اديت لك هو generation عادي جدا مفاش مشكلة يعني ممكن كمان اديك b generation كده مثلا b generation اعمل لك سهم الجو مثلا قيمته point 3 طبعا تيجي تعوض عن b generation او سوري طبعا تيجي تعوض عن b دايما ان b بتاعتك هي generation negative demand طبعا ال generation بكامة هندسة b 0.3 demand بكام 0.5 يعني تطلع ب minus point 2 فده معناه ان ممكن يكون load password ديك عنده generation عادي جدا مفيش مشكلة خاصة بس غالبا اكون قيمة generation اقلم ال demand عشان احافظ ان في ال b q بس ان ال q بال minus وال b بال minus ماشي تعالى نبص عن مسألة بعدها او احنا انتفقنا المرة فات حتة الشنطة admittance دي انا لغتها لك بس تعالى فاهمها لك وبعد كده ايه خلاص مش فرقة معي ماشي بس دي مش عليك يعني انا مش اجيبلك في الامتحان شنطة admittance دي اصلي بس اعرفها لنفسك اوكي تعالى نبص على المسألة اللي بعدها وما تسمعاش بقى problem 3 لا خدنا مياه problem 2 احسن احنا ماشيين بترتيب صح ماشي انا اعمل حركة حلوة جدا ما تسمعاش problem 3 تسميها problem رقم جان انا ادتك برضو الشكل بتاعك مرسومة ومعلم زي ما اتفقنا ماشي عظيم ده اللي اللي انت عرف له الفي والدلتا فده معناه عشان لما نعمل الجادول ايبا موديلس بي ون ده بواحد وان الدلتا ون دي بزيرو وانت مش عارف ولا البي ولا الكيو تعالي بكالقى النوم مثلا بلون تاني اللي هو الاحمر ده يبا انت مش عارف ولا البي ون والكيو تقسم على اس بيز يعني وتبقى دي او بوينت وان خلاص يبا انا ممكن اكتب كده انا عارف ان البي عند البصر رقم اتنين خليب لك ده ساهم طالع يعني بالماينس تبقى هي ماينس او بوينت ستة بريونت وان الكيو اتنين بتساوي مينس بوينت وان بريونت يبا انت الوقت الانوز بتاعتك يا مين ومين يا صديقي البي اتنين كماجنيتيود والدلتا دور اللي ما تعرفه مش ده بي كيو باس طبق قالك الاس بيز بمية هي عشان لو مش جيبها انت هتعملها بمية اوكاي تعال انبص على دي ده امديك البي والفي بدا بي بي باس طيب هو ايلك ان ماجنيتيود الفولت بان طيب الباور بقى حتى فانا اطرح الجنريشن من الديموند فين الجنريشن وفين الديموند اول حاجة دي تيبقى 0.4 معلش بسانة عالمية تبقى دي 0.2 اللي ساهمه داخل ده الديموند واللي ساهمه خارج ده الديموند يبقى 0.4 ناقص 0.2 تبقى اي 0.2 بريونت طيب عشان بس ما ليجي نعمل الجدول مش هرجع له تاني بقى مين اللي مش عارفه دلوقتي ولا الكيو تلاتة ولا التالتة ثلاتة الراجل المرة دي مديك الترانسوميشن لاين عن طريق مش كتبها لك فوق فوق اللاين كتبها لك في جدول كده قال لك ما بين لاين واحد واثنين اللي هو الخط ده 0R والإكس بتاعتك اللي هي بتاعت الكويل يعني اللي هي بتاعت الكويل يبدي يكونها جي بوينت تونتي فور بس طيب ما بينبس واحد وثلاتة واحد وثلاتة جي بوينت تونطاشر ما بينبس تنين وثلاتة جي بوينت تون releasing طبعا منطقي انت بتقسم واحد على الرقم ده واحد على ده واحد على ده واحد على ده طيب لو عملت على الكالكليتر واحد على أو بوينت واحد على او بوينت اربعة وعشرين اوي واحد على او بوينت اربعة وعشرين اوي تديك مينش جي خمسة عشرين على الستة عشان تجيب الادمتنس يعني بتاعة الوينت 18 تطلع مينش جي خمسين على التسعة وبتاعة الوينت اتناشر مينش جي خمسة عشرين على التسعة طيب ركز معايا بقى معلم في اللي جاية دي ايه بقى الشنطة ادمتنس دي حتى فأنا دي مش هجيبه لك في الامتحان بس عشان تكون فاهم قالك بص فاكر انت في الترانسميش اللاين في الترانسميش اللاين لو انت كان عندك الترانسميش اللاين هول ما بين بص واحد واثنين كان عندنا اعتبرته هو ميديم ولا لونج ولا شورت هعتبره ميديم الميديم ده كان عندنا حاجة اسمها البواي مودل ايه البواي مودل ده هندسة كنت بتحط هنا الزت وكنت هنا بتقسم الواي على الاثنين كباستور يعني الواي بتاعته على الاثنين فده معناه لو انا جيت قلتلك ان انت عندك شنط ادمتنس ما بين لاين واحد واثنين هتيجي تعمل ايه هتيجي عند لاين واحد هتيجي عند بص واحد تحط نص الرقم ده وتيجي عند بص اتنين تحط نص الرقم ده خلي بالك هي شنط ادمتنس على طول طب ازاي مش مهندس او ازاي دكتور شنط ادمتنس وبالبوزيتف مش بالماينس اقول لك افتكر معي حاجة بسيطة انك يا صديقي في الكافاستور كان كده ان الامبيدنس بتاعت الكافاستور هي مينس جي واحد على اوميجا سي فلو عايز تجيب الواي بتاعت الكافاستور هي واحد على زتسي يعني بتساوي واحد على مينس جي واحد على اوميجا سي واحد على مينس جي تديك جي ودنيمينيتر الدنيمينيتر يطلع نامريتري باك انها جي اوميجا سي فده معناه لو انت عندك كافاستور وجبت له الادمتنس بتطلع بالبوزيتف وده منطقي عشان وحنا بنعمل الترانسميشل لاين موضل دي كانت واي على الاثنين دي كانت الادمتنس بتاعت الكافاستور والتانية الادمتنس بتاعت الكافاستور فده معناه انك هتيجي تعمل الاتي معلش احنا هجي نرسم هجي اعمل كده معلش ارسم لك بس التلاتة لاينز كان فيه هنا لاين وون وباستو وباستري وليكن كده ماشي طيب كان فيه واحدة هنا كده وكان فيه واحدة هنا كده وكان فيه واحدة هنا كده ماشي طيب تعال بس نشوفهم لو انت رجعت للسيستم بس كاركوم كده شوية لو رجعت للسيستم كاركوم كان ده بس رقم واحد لو انت رجعت للسؤال بس ده بس رقم ثلاثة ده بس رقم اتنين اتفقنا ان ما بين واحد واثنين كانت جي او بوينت تونتي فور اما اسمنا واحد عليها طلعت نيجة في جي كان 25 على الست ما بين واحد وثلاثة كانت جي او بوينت تمنتاشر اما اسمناها هي مينس جي 50 على التسعة ما بين اتنين وثلاثة ماشي كانت جي بوينت اتناشر وما اسمناها واحد عليها مينس جي 25 على التسعة طب هتيجي تعمل ايه بقى معلم مش هو قالك قالك ان الشنط ما بين واحد واثنين كانت جي او بوينت او فاي هتيجي زي الشطر كده هاجي احط هنا نص الادميتنس قلتكن كده مثلا اللي هي جي او بوينت او فايف على الاتنين اللي هي جي ما احنا ملعى الك reagلتر معلش او بوينت او فايف على الاتنين جي او جي او بوينت او خمسة عشرين بريونت بقى تجي عند اتنين برضو تحط لي ادميتنس تانية كده تحط عندها جي او بوينت او خمسة وعشرين بريونت هو قال إن في شنطة مبين 1 و 3 بجي 0.04 خلاص إباجي مبين 1 و 3 أحط نصا هنا اللي هي جي 0.02 وهاجي عند باص 3 برضه وحط نصا هنا اللي هي جي 0.02 هترجع تنفي الآخر حتة في الجدول معلش في شنطة مبين 2 و 3 بالرقم دي سيمه على اللء حط نصه عند اتنين ونصه عند تلاتة هاجه عمل كده هحط نصه عند اتنين ونصه عند تلاتة اللي هي جي ونصه عند اتنين اهو جي ونصه عند اتنين طيب تعالى بقى نكون نستروكت الواي بوس ماتريكس كده طيب اول حاجة هي الماتريكس بتاعتنا كم في كام تلاتة في تلاتة هتبقى الواي بوس ماتريكس بتاعتي تلاتة في تلاتة عمود اول عمود تاني عمود تالت صف اول صف تاني صف تالت سيبك مداجون الالمنس هتوم اخر حاجة عظيم تعالى نجيب الوف داجون الالمنس هروح ما بين باسبار واحد واثنين اخذ الرقم دوالب اشارته تبقى جي خمسة وعشرين على الست قبل ما تمشي تكتب هنا جي خمسة وعشرين على الست ما بين واحد وثلات بين واحد وثلاتة واحدة هو وثلاتة هو يبقى هو الرقم ده هو اعتقد ال خد الادمتنس تبقى جي خمسين على التسعة وجي خمسين على التسعة طيب بعد كده ما بين اتنين وثلات اتنين وثلات خد الرقم ده وقسمه تبقى جي اللي بشارته قصدي يبقى جي تعال نجيبه اي واحد واحد هتجي عند بص واحد تجمع كل الادمتنس اللي خارجة بإشارتها بإشارتها عند بص واحد الادمتنس اللي خارجة يا صديقي دي خارجة نجمعها بإشارتها يبقى نكتم نيجاتف جي خمسة وعشرين على الستة بعد كده في واحدة خارجة فوق اهي نيجاتف جي خمسين على التسعة بعد كده عندك بقى اتنين شنط ادمتنس واحدة جي او بوينت او خمسة وعشرين واحدة جي او بوينت او اتنين تبقى جي او بوينت او خمسة وعشرين وجي او بوينت او اتنين ده معنى ايه ان شنط الادمتنس قصرت على الادمتنس بس ملاش علاقة بالاقوة دهاجون الادمتنس تعال جيب لك وي اتنين اتنين وانت في البداية تجيب وي تلاتة تلاتة هاجع عند بص رقم اتنين هاجمع كل الحاجة خارجة بإشارتها يبقى نيجا تفجيه خمسة وعشرين على الست نيجا تفجيه خمسة وعشرين على التلاتة بعد جيب تجمع لشان تعدم تنسب إشارتهم جي او بوينت او ففتين و جي او بوينت او خمسة وعشرين بس هاد انت وي تلاتة تلاتة بقى وعيش حياتك المهم طلعت لك الواي بوس ماتريكس بعد الوسومات العظيمة دي والقوانين العظيمة دي تلعت لك بالشكل ده هاده الواي بوس ماتريكس طيب تعال نعمل الجدول اللي احنا عملناها اصلا من شوية صوارين قلنا الاسلاك بس ادي فولت وزاويته ومعرفش البي والكيو البي كيو بس ادي بي وكيوه ومعرفش الفولت والزاوي اه خلي بقى انا فرض دول دول بس اكنك نشيلهم معلش نشيل دي ممكن نحط عليهم علامتين الاستفاهم احسن ونشيل دي ممكن نحط عليهم علامتين الاستفاهم احسن نحط علامتين الاستفاهم احسن نحط علامتين الاستفاهم علامتين الاستفاهم نفس الفكرة البي في بس دا نعرف له البي والفي ما عرفلوش ولا الكيو ولا الدلتا فده معنا السؤال يوقف امتى لو انت حسبت البي والدلتا والكيو والدلتا كده السؤال بي هنا حصك ان البي كيو بس هو بص رقم اثنين فهبدأ بالبص رقم اثنين ماشي قال لك بص بقى صديق هجي عند البص رقم اثنين اول حاجة انا فيرست اي تريشن ماشي يبقى الكيب صفر والاي باثنين عشان انت عند بص اثنين والجي ده كاونتر عداد من واحد لثلاث طيب كتبت المعادلة خلاص بقى احنا اتفقنا كتبت المعادلة وزبطتها طلعت بالشكل ده ماشي اللي هي بتاعت في اي هكتب لك القانون اخر مرة معلش بي اي قص كيبت لص وم اللي هي بقت في اثنين قص وم هتساوي واحد على واي اي اي بقت فوق واي اثنين اثنين افتح قوس بي اي اللي هي بي اثنين نيجاتف جيكيو اثنين على في اثنين كونج جيت قص زيرو مينوس ساميجن الجيت ساوي واحد لغاية ان ما تنساش ان الجي لا تساوي اثنين مشان ايها الاي واي اي جي في جي دولة يطلعوا ترمين مرة عوض عن الجي بون ومرة عوض عن الجي بثلاثة طيب انا كنت بحطهم لك مينوس وحط قص واكتب الترمين مجموعين هو انا حططها لك الترمين مطروحين مش ازمة المهم يعني زبطت الكلام ده اطلع لك شكل الكلام طيب هتعدي على كل بي وكل كيو وكل في وتشوف الدنيا تكتب عليها زيرو ولا وان ولا ما تكتبش حاجة صح طيب اول حاجة بي اتنين دي في خانة النون ما بتتغيرش مع الاتريشنز كيو اتنين في خانة النون ما بتتغيرش مع الاتريشنز في واحد في خانة النون ما بتتغيرش مع الاتريشنز لكن في تلاتة في جزء منها في خانة الانون اللي هي الزاوية بتاعته اوكي فنكتبها قص زيرو ولا وان لا اكتبها قص زيرو ليه عشان طلعت فوق ما فيش حاجة اسمها في تلاتة قص زيرو طيب الواي اتنين اتنين دي من الواي باس ماتريكس واي باس ماتريكس واي باس ماتريكس ال في وان ده في الجدول وان وزاوية صفر في تلاتة قص زيرو او دي قص زيرو برضو معلش ناسف في تلاتة قص زيرو هرجع للجدول حط ال في تلاتة بواحد الزاوية معرفاش حط الزاوية بصفر طيب في تنين كونجيجة قص زيرو هروح للجدول انا معرفش اصلا ال في تنين ولا كماجنتيود ولا كزاوية حطها بواحد وزاوية صفر المهم دلوقتي اهو طلعت مين يا صديقي ال في تنين قص واحد مش طوح هروح لبص تلاتة هعوض في المعادلة بتاعت الكيو افكر هالك معرفش اخر مرة كيو تلاتة قص كي بلاس ون هتساب اه ايه نيجة في الامجنري بتاع اه في اي ستار صام نيش الجي تساوي واحد لغاية ان عوض هنا بواحد واثنين وثلاتة واي اي جي بي جي بس خلي بالك هنا يا صديقي يبقى الجي دي بتعوض عنها من واحد لتلاتة لكن الاي هنا بتلاتة عشان انت عن تباس تلاتة اوكي طب فلو عوضت بدي كيو تلاتة قص واحد هتيجي هنا نفس الكلام بالزبط دول بنجيبهم طيب اول حاجة دي في وان دي مش هحط في اي حاجة عشان سابتة كماجنيتود وكزاوي في اتنين دي بتتغير وانت جبت في اتنين قص واحد فتحط قص واحد في تلاتة بتتغير الزاوية بتاعتها بس هحط قص زير عشان ما جبتش في تلاتة قص واحد بس اطلعت لك كده الكيو بتاعتك هتعمل نفس الكلام في في تلاتة بقى احمل لك انا بسرعة مش عاوض بقى في القانون التاني بس مهم انت لقاي بتلاتة والكيب صفر والجي كاونتر من واحد لتلاتة ما تنساش هنا انا مش بحط باثنين عشان الساميشن كان فيه رستراتش تبا في تلاتة قص واحد من الواي باس ماتريكس هل بيت تعني رجع لي بي تلاتة وكيو تلاتة بي تلاتة عمراء ما بتتغير لكن كيو تلاتة بتتغير فالكتب فوقيها زير واحد بس انا هكتب وان عشان انا حسب تكيو تلاتة قص واحد دي من الواي باس ماتريكس دي كانت قص زيرو اصلا من القانون ماشي طيب دي ما بتتغيرش في تلساب هي هي في تنين دي انا جبت قص واحد يبقى نكتب في تنين قص واحد طيب في تلاتة كونجيجة قص زيرو زيرو دي معناها هارجع للجدول انا عارف الفي تلاتة بواحد والزاوية معرفاش تحطها بصفر الكونجيجة مش هيفري معك تبقى دي واحد وزاوية صفر الفي وون دا لو رجعت للجدول هتلاقي برضو واحد وزاوية صفر في تنين قص واحد احنا لسه جايبينه فوقه او بوينت تساعتين ستة تلاتة وزاوية كام اتنين بوينت سفنتي ست احضت لحاجة معلش لا مخلتش بالي منها في السؤال اللي فات معلش المفروض الرقم هيطلع لك اهو وون بوينت او او وون والزاوية نيجة ب او بوينت تمانية وتلاتية او تلاتة كم تلاتة وتمانية طيب لو رجعت للجدول انا معلم لازم ان ماجنيتيود في تلاتة يفضل بوون يعني حتى لو طلع لك برقم غلط خلاص انت تيجي كده في السؤال معلش هتشيل الرقم ده غلط وتكتب مكانه وون يبقى افتر في اتريشن في وان اهو وفي اتنين اهو وفي تلاتة اهو دي كل حاجة قص وعلمتك ازاي تعمل الساكند اتريشن مش دي الازمة اعتقد كده ما حدش عنده مشكلة في هذا الجزء اللي ايه دلوقتي هنتخل بقى على مسألة مهمة جدا هنتعلم منها مطلوب زيادة انت لازم تكون عارفه دي مسألة كانت في ميتر مصابق يعني كان ازاي تناك كبار اللي بيدوا المادة دي قبلنا هم اللي كانوا بيحطوا للحاجات دي تعالوا بقى نتعلم او نشوف كده هم كانوا بيفكروا ازاي واحنا ممكن نفكر معاهم ازاي تعالوا نبص معنا نسيبك من الحل ده دلوقتي تعالوا نشوف السؤال ده السؤال يا صديقي عظيم 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 ماشي هو الراجل او الدكتور يعني دي مسألة مهمة خلي بقى لك مش زي اللي في الشيط ده معناه ان هي مهمة جدا جمعا طيب بص سمع هو الراجل دلوقتي اهم زبط لك الدنيا قالك ان ده الباص الاولاني وحطط لك عنده جنريتوري بدى اللي سلاك بص قالك ان ده باص رقم اثنين وحطط عنده جنريتوري بدى بيفي بص حطط عندك الباص رقم ثلاثة حطط عندك لود فهو بي كيو بص طيب ايه ده بقى هو قالك فيه ترانسميشل لين ما بين واحد واثنين فيه ترانسميشل لين ما بين واحد وثلاثة فيه عندك اثنين ترانسميشل لينز بارالل لبعض ما بين باص اثنين وثلاثة طيب هتديك بقى المرة دي الكلام على شكل جدوى لهو ماشي اهو انا بقولك اهو اللاين ما بين واحد واثنين دي الامبيدنس بتاعته يبا انت لو جيكتا عايز ترسم بس اهو اللاين ما بين واحد واثنين دي الامبيدنس بتاعته اللي هي او بوينت او اثنين بلس جي او بوينت او فور طيب ما بين واحد وثلاثة او بوينت او اثنين زائد جي او بوينت او سيكس اهو خلي بالك بقى ما بين واحد واربعة لا ايه دي مش واحد واربعة دي اثنين وثلاثة قالك فيه عندك اثنين ترانسميشل لين كل واحدة منهم بالامبيدنس دي طيب مش انت عارف لو بالل اللي كوفلنت بتاعهم عشان ترسم لين واحد بس بتاخد اي واحدة منهم وتيسم على اثنين يبقى الزد هنا هتساوي خد اي واحدة منهم اللي هي او بوينت او اثنين بلس جي او بوينت او فور على اثنين فيطلع لك هي او بوينت او ون زائد جي او بوينت او اثنين طيب قالك بص بما اهو انا اقيل لك ان بص رقم واحد لسلك بص عرفت الفي بتاعته بكام وزاوية او حطها بصفر البص رقم اثنين ده اهو خلي بالك بقى البص رقم اثنين ده بي في بص منديك الفي بتاعته بكام والجنريشن بي خمسين ميجاوات طبعا اتفقنا بتحط الاس بيس بتاعتك بمية تيك انها نص وجنريشن معناها السهم داخل تتحط بالبوز طيب اللود بقى بتاعك البي لود بمية اك انها واحد بريونت ودي اك انها بوينت ستة بريونت متنساش تحط عندهم مينس عشان دول ديمونت قال لك كده معنا اول سؤال قال لك ودي سهلة نعرف نعملها قال لك حاضر سيبك بقى من تلت واحدة طبعا نرجع كده للحل بقى اهو الحل يا صفيت بس كده ده اللي نعملته بالزلط اول امبيدنس هي قلبتها وخليت الادمتنس بتاعتك او تاني امبيدنس هي وقلبتها خليت الادمتنس هي اللي اتنين دول عملتهم باللل مع بعض واسمت واحد عليهم طلعت عشرين نيجاتيف جي فورتي اتفقنا بنجيب الوف دهاجون الالامنتس ازاي يا صديقي بنجيبهم الات لو عايز تجيب ما بين واحد واثنين الرقم ده قلب اشارته طبعا مينس عشر زائد جي عشرين مينس عشر زائد جي عشرين طب عايز تجيب ما بين واحد وتلاتة ايه اللي بإشارة الرجل ده مينس خمسة زائد جي خمستاشر مينس خمسة زائد جي خمستاشر طبعا عايز تجيب من اتنين لتلاتة خد الرقم ده وإيه اللي بإشارته مينس عشرين زائد جي عربعين مينس عشرين زائد جي عربعين طيب لو عايز تجيب واي واحد واحد روح واجمع كله بإشارته يبقى أجمع عشرة ناقش جي عشرين أجمع عليها خمسة ناقش جي خمستاشر شمعنا دول وشتده اللي خارج من فوق وده اللي خارج من تحت وتطلع لك اكناها خمسة عشر نيجات في جي خمسة وعشرين اجي خمسة وثلاثين انا اسا طب ما فيمتش دي بتاعنا نجيب واي اتنين اتنين هتروح عند ده اجمع عشر نيجات في جي عشرين اجمع عليها عشرين نيجات في جي اربعين هتطلع لك بتلاتين نيجات في جي ستين ونفس التبعية تعمل واي تلاتة تلاتة المهم انت عمل تكون تركشل واي باس ماترس تاني خطوة بتعمل التابر اللي قلنا عليه هو كم اديك الاسلاك باس هو كم اديك الاسلاك باس عرفت فولتو زيتو فمعرفش البي وان ولا البي وان بكام بعد كده في اتنين اهو والبي اتنين دي حطيتها الوزطف عشان هو بي في باس معرفش الكيو ولا الدلتا التالت بي كيو باس حطيتها مينس ما تنساش حطيتها مينس ما تنساش معرفش الفي والدلتا بكام قال لك هلوه بقى طيب هو ده بقى الانيشيل في الاتستارت اللي قلنا عليه الانيشيل الاتستارت يعني ايه الانيشيل في الاتستارت يا هندسة معناها نمسك مثلا في اتنين انا عارف ماجنيتيوده بكام ومعرفش زاويته بكام فحطيتها زاوية صفر قصي زيرو دي معناها اللي انا جبتها من الجدول طيب في تلاتة قصي زيرو انا معرفاش ولا ماجنيتيود ولا دايريكشن فحطيتها واحد وزاوية صفر ماشي فانا لو مش عارف الماجنيتيود حطه واحد مش عارف الزاوية حطها صفر طيب اهو دي بقى اللي هتيجي يا معلم هنه وانت بتحل بجاو الصيدل مهما كان ترتيبه كام يا هندسة فترتيب البيكيو باس عندك تلاتة يبدأ بالباس رقم تلاتة جيت في الامتحان انت تدبر باس رقم اتنين يبقى انت مش بتسمع كلام الدكتور اللي بيقولولك انت معناه انا مش هبص وراك فانا هديك صفر السؤال حتى لو السؤال عليه 12 درجة هتاخد صفر او هتاخد صفر ماشي؟ حيلا هنلاك عظي تعالى بقى نعمل يا معلم كده اهو اول حاجة نكتب القانون معلشي الاخر مرة ان vi conjugate لا vi conjugate ايه vi في ايteration k plus one تساوي واحد على yii افتح قوس كده وكتب بي اي نيجاتف جي كيو اي على في اي كونججة قس كي مينس ال جي تساوي واحد لغاية ان ال جي لا تساوي الاي واي اي جي في جي هتقول يا هندسة عوض بالاي بك خلاص بقى احنا حفظنا بقى ان الكيب صفر بدل انت في اول اتريشن ان الاي بثلاثة بدل انت اشغالة عند باس ثلاثة ان الجي ده كونتر من واحد الى ثلاثة ده اللي انا عملته بالزبط وكتبت الايكوشن هاي هاي هيبقى على كل واحد دي قس وان عشان هي قس كي بلاس وان دي قس زيرو عشان هي قس كام قس زيرو قس كي قس دي هنمسك في واحد ده وبيتحطش فيه حاجة عشان تعرفه كمجنيتود وديركشن طب في اتنين ليه حطت قس زيرو رجعت للجدول انا معرفلوش الزاوية بتاعته فيتحطوا قس زيرو او قس وان حال انت جبت حاجة اسمها في اتنين قس وان لا فتحطها في اتنين قس كام زيرو فتعوض بالارقام كل حاجة معاك اه قس زيرو دي بترجع للجدول تعال بس ارهم لك بي وان ده من الجدول بي تلاتة دي من الجدول وكي و تلاتة من الجدول ليه ما حطتش فيهم حاجة عشان هم ما بيتغيروش اهو بي تلاتة دايما سابتة بالرقم ده وكيو تلاتة دايما سابتة بالرقم ده طيب بي تلاتة انت متعرفوش فتحطها واحد وزاوية صفر يبقى كان دي تفضل واحد وزاوية صفر طيب الفي تنين انا عرف لها وانبوين تقيتني ما عرف لاش الزاوية بكام بتحطها او س زيرو او زاوية صفر المهم مع وط طلعت الفي تلاتة والصوانة هو لازم الرقم يطلع قريب من الون والزاوية تطلع صغير طيب هروح للباس رقم اتنين هممشتش بالترتيب البي في باس البي في باس ده سيادتك محتاج تحسب الكيو الاول بعد كده تحسب الفي تحسب زاوية الفي طيب كتبت القانون نفس الفكرة وحطيت هنا بدلنا عند الباس رقم اتنين تبقى الاي باتنين استيل الكيب صفر استيل الجي ده كاونتر من واحد لتلاتة ماشي تعال بس انا عايز اعمل لك حاجة حلوة عشان بس يكون انت فهم ما القصدية ماشي انا عايش شيل بس الحاجات دي يعني اشيل دي كده رشي احطها لك انا بقداية اشيل دي كده اشيل دي كده طيب تعال انا حطهم لك معلش بقداية ماشي مش اتعوضت بهاية في تنين ستار الساميشن دي تفك تلات مرات مرة اتجيب وان ومرة اتجيب اتنين ومرة اتجيب تلات تعال نوقف عند كل واحدة بقى ونحط قس زيرو او قس واحد او قس ما نحطش طيب في تنين دي في تنين دي انا مش عارف زاويتها يبقى تتحط قس زيرو أو قس وان طيب انت ما جبتش في تنين قس وان تجبت في تلاتة قس وان تبقى دي تحط زيرو عادي انت جبت في تلاتة قس وان يبقى تحطه المهم اتعوض وتاخد نيجاتيب الامجنالي تطلع بالرقم ده لو دربتها في الاس بيز اللي هي مية يعني يا صديقي جبت مين اتنين واربعين ونص ميجا بار طيب تعروح نجيب الفولت قس كده متعرفة ماشي اني جيت في summation جي تساوي واحد لغاية ان الجي لا تساوي الاي واي اي جي في جي هنعوض بيها مرتين بس ماشي 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 عوضت برضو عن الكلام ده وشفت الدنيا بتاعتي ماشي ازاي دي بتتجمل واي باس ماتريكس دي اتنين كونجيجة قس زيرو عشان ما عنديش قس وان فحطتها قس زيرو طيب ليه بي اتنين معلهاش حاجة وقس كونجيجة عليها حاجة اقول لك عشان لو رجعت عند باس اتنين بي اتنين دي سابتة لكن كيو اتنين بتتغير عبليه حطتها كيو اتنين مش قس زيرو حطتها قس وان عشان انت اصلا حسبتها الفي واحد ما بتحطش فيها حاجة الفي تلاتة برضو بتتغير فيتحط فيها زيرو او وان بس لو رجعت فيه كده تتلاقيين بروس في تلاتة او السوان. فنحط في تلاتة او السوان. المهم عوض. طلع الرقم ده احنا اتفقنا بشطب على المجنيتيود. باخد الهو وان بوينت او اتنين ده اصلا اللي جيفن في السؤال. اشترك كده? ماشي. طيب. هو قال لك في السؤال ده ترماين زا ام نوم. مباشر روح للسؤال ثاني كده? ثاني بس ارجع لحاجة كده عشان اشوف ده ان خلت جافر مطلوب تريبل اي ولا اه ناشي خلاص يبقى المطلوب ده بالايضة خلاص اشتو? طيب. تعالي نشوف بقى المطلوب تريبل ايضة بيقولك. بيقولك كده. لو قال لك عند الباص رقم واحد. والباص رقم اثنين. قال لك ان الاسلاك باص ده البي بتاعته كانت بخمسين ميجا واط. والكيو بتاعته بخمسة وخمسين بوينت او اتنين. ودي الزاوية بتاعته هي. هو غير لك زاوية الاسلاك باص مش فرق معاك. المهم يعني ده الفاينال سوليوشن. عند الباص رقم اثنين طلعت بو مينس مية وطلعت مينس ستين. وطلع ايه? وان بوينت او او فورت سري مش عارف او بوينت تسعة خمسة مش عارف ايه. المهم يا صديقي هتجي تقول لي يا هندسة. معلش معلش سؤالي. ماشي. هو ازاي عند باص رقم اثنين كان البولت بتاعك كماجنيتيود وان بوينت او اثنين بقى وان بوينت او فورت سري. يعني مش مهم يعتبرها دي مسألة جديدة نفض للفوق خالص. واكنه ما اديك المسألة دي كده تشتغل عليه. طيب طلب منك اللي هي بي وان وكي وان يعني او بي وان يعني ميلي. الباور في لو والباور لصوز ماشي. دي المطلوبين دول ممكن اجا اقول لك كده كونستركت. حاجة اسمها الباور لو جرافة يا صديقي. ده بتحسب منه تقول لي الباور في كل لقين ماشي عاملة ازاي والباور لصف السيستم عاملة ازاي. يبقى اعتبر دي مسألة جديدة يا صديقي نفض للفوق دخل صديقي. تعني مشي بقى واحدة واحدة. ماشي. 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 طيب تعال نبص كده نشوف الدنيا بس بتاعتنا ماشي ازاي. ونشوف القصة بتاعتنا بتقول ايه. اوكي كده. ماشي. طيب. نشوف بس حصل ايه هنا عشان بس تبقى القصة بالنسبة لنا ايه. ساقا تناسب. دي في ثلاثة. ماشي. ماشي. دي في اتنين اص واحد. ماشي. وفي ثلاثة اص واحد تلعت بالرقم ده. ماشي. معلش يا في حاجة غلط اصلا في السؤال معلش. انا هو غلطان في السؤال. ان ده يا صديقي مش بس رقم اتنين ده بس رقم ثلاثة. ماشي. ماشي. ده بس رقم ثلاثة. مش بس رقم ثلاثة. ماشي. يعني انت معنا بس رقم واحد اهو. ماشي. وبس رقم ثلاثة اهو. اه معلش ركز معي في الحتة الجيد. ماشي. حلو. قال لك اول حاجة. انت عند بس رقم واحد الزاوية دي غلط. يعني يا دي حق ربنا هي. صفر. فتفضل طول عمرها صفر. يمكن انت هتنفض للرقم ده مالوش لازم. عند البس رقم ثلاثة بتاك الفولتكا ماجنيتود والفولتكا انجل. المعنى ايه. ان في ثلاثة اف واحد اللي انت طلعته من اللي فات ده افكسله. لكنه عمل اتريشنز كتير جدا وطلع على الرقم ده. ماشي. طيب. وبس رقم اتنين ده اشتغل بالارقام اللي انت طلعتها يبقى تاني. بس رقم واحد نفض للزاوية دي ورجع عانت صفر. دايما بتكون صفر. بس رقم ثلاثة دي الفاينال سوليوشن اللي هتشتغل بي. بس رقم اتنين باللي انت طلعته الارقام اللي انت طلعتها. حالا بقى ازاي نجيب اللي سلاك باور كاكتب باور وكاكتب باور او لك. مش انت فاكر ان البي او سكي بلاس ون. هتساوي. الريل. بتاع. الفي اي ستار. صميش. الجي تسوي واحد لغاية ان. واي اي جي بي جي. ايش هو الراجل ما قالكش اعمل اتريشنز تانية فالكي هتفضل دايما بصفر. والاي بقت بواحد اش انت عندي بص واحد. والجي من واحد لثلاثة. بس. طيب. عاديك عوضت يا صديقي. عاوض بقى بالارقام هنا ولا تقول قصوان ولا قصوات اتنين ما ودهك الفاينال سوليوشن. يباك انها تعمل في واحد كونججت. مرة واي واحد واحد في واحد. واي واحد اتنين في اتنين. واي واحد تلاتة في تلاتة. طيب. الفي واحد اهو. احنا جايبين اصلا من الاسلاك بوس. واي واحد واحد دي من. واي باس ماتريكس. الفي وان سبتة هي. الفي تنين اللي انت طلعتها من شوية. اللي هي دي. لا فكرة. في اتنين قص وان. اصف في حاجة كده معلش شيء غلطة. بص معلم هو السؤال ده نفسه غلطة. انا اصف. ماشي. بص معلم. اعتبر الجدول كان جيفن كده. انه هو قالك ان الفي وان دي كانت بوان بوين بوينت او اتنين وزاوية صفر. وان الفي تنين دي كفاينل سوليوشن هي وان بوينت او اتنين. وزاوية نيجاتف او بوينت اربعة ستة تمانية خمسة. وان الفي تلاتة كفاينل سوليوشن. بيساوي وان بوينت او او فور تلاتة. وزاوية نيجاتف او بوينت تسعة خمسة تسعة تلاتة. شكرا بس كده. جيل ارقام اللي تشتغل بيها صح. ماشي. حلو. فشلت الفي اتنين وحطت رقمها وشلت الفي تلاتة وحطت رقمها وزاوية الفل كده. فلعيت لي ان الفي وان طلعت بالرقم ده. وان الفي وان خدت نيجاتف الامجنر يطلع بالرقم. تعال بقى نعرف بقى ازاي نجيب الباور لوسز. الباور فلو والباور لوسز ده مهم. وده هطلبه منك في الامتحان اوه. ده هطلبه منك في الامتحان ده ان شاء الله اكيد. اوكي. قالك بص. هتمسك كل بصوت تاني. وليكن. هدي البص واحد وهدي البص اتنين. ما بينهم ترانسميش اللاين يا باشاء. لو رجعنا في السؤال نفسه الترانسميش اللاين ده. الامبيدنس بتاعته كانت كده بالرقم ده. او بوينت او اتنين. بلس جي او بوينت او فور. يعني ده معناه وانت بتحسب الباور لوسز والكلام ده. بتاخد الامبيدنس وليست الامبيدنس. اوكي. بركز في العادة تانية. طيب. هحسب حاجة اسمها الاس من واحد الاثنين. دي معناها ايه بقى بص. دي معناها. الكمبليكس باور. اللي راحة من بص واحد الاثنين. طيب مش انت فاكر في المحاضرة اللي فاتت اي كونفليكس باور. خلاص. خد اول رقم ده خليه هو في وان. الاي واحد اتنين ستار. ماشي. عايز احسب اي كارنت بالنودل لو انت عندك الريزيستنس. قلت لك الفولت هنا في وان. قلت لك الفولت هنا في اتنين والطيار بيتحرك كده. كنت بتقول الاي. اللي هو ما بين بص واحد واثنين بتساوي. في وان نيجاتيب في اتنين على الاور. حلو. ده اللي عملته. في واحد نيجاتيب في اتنين عزد بقى. خيباكم انت تنساش الكونجيت معناه ايه. تاخد الرقم اللي طالع على الكالكليتر. وتغير اشارة الزاوية. المهم اطلع لك بالرقم ده. ربط في مية طبعا. عشان اعمله بميجا فار وميجا ووت. طلع بسبعتاشر بوينت زيرو فايف. والكيو بنيجاتيب تمانية بوينت فو. طيب. قبل ما تمشي هات اس اتنين واحد بقى. ايه اس اتنين واحد دي امعلم دي الكمبليكس باور. اللي هي ماشية من اتنين اللي واحد. طب تعال نرسم بس اللي اطلعته فوق ده. طيب. انت بتقول الكمبليكس باور اللي ما بين واحد واثنين طلعت بسبعتاشر بوينت او فايف. يبقى هي ماشية كده. لكن الكيوب الماينس معناها الكيو داخلة. تعال نرسم الكيوب الاحمر. داخلها بكام بقى تمانية بوينت فور بيريونت. او تمانية بوينت فور ميجا فارا ناسو. طيب. تعال نشوف عند البصرة. اما جيب اس اتنين واحد. ايه اي اتنين واحد كونجيجت. بتطرح فيتنين نقص في واحد على زد واحد اتنين كونجيجت. مهم تطلع نيجاتي فستاشر بوينت تسعة. و جيه تمانية واحد. ده معنى ايه جي 8.5 دي معنى انت ماشي من 2 ل 1 يبقى تفضل اهو بالاحمر 8.5 ميجا فار لكن البي المرادي بالماينوس فقاك انها المرادي دخلة بقى مش غارج دخلة بقى 16.9 انت عارف ده معنى ايه ان فيه لصص حصلت في اللاين ده ازاي بقى اطرح السبعتاشر 0.5 من الستاشر لو انت جد دلوقتي لو عايز تجيب الاكتف باورلوس اللي ما بين باس ممكن اسألك في الامتحان هات الباورلوس ما بين باس 1 و 2 باس ما توقف هنا الاكتف باورلوس كانت 17.05 وصلت 16.9 اطرحهم جبت اللوس في اللاين ده طيب والنحاء التانية كانت 8.5 ميجا فار وصلت 8.4 يبقى الفرق 0.1 ميجا فار يبقى الفرق هنا لو طلبت منك الكيو لوس هتقول لي هي 0.1 ميجا فار طيب لو طلبت منك البيو لوس اطرح السبعتاشر خمسة من مية نيجاتف الستاشر شكرا بتاع نعمل مثلا من باس 1 و 3 اللي بعضه يعني اهو بس كده هنباس 1 و 3 تعني ارسمها كده ونشوف الدنيا مش يصف يبقى اول حاجة بتحسبها S1 3 اللي هي V1 I1 3 ماشي طلعت بالرقم ده الرقمين دول طلعوا بوزطة بيبقى هي ماشية من 1 ل 3 عادي ادي 1 ايه ل 3 اهو 33.8 و 15.66 ميجافور احسن من 3 و 1 3 و 1 دي تديك V3 OI 3 و 1 كونج OI 3 و 1 دي معنى اطرح V3 من V1 اقسم على Z1 3 وننساش كونج دي الزد مش ال Y ما تنساش طلعت بالرقم ده مينس ده معناها هي مش طلعة من 3 الواحد لا دي ستل دخل يعني الفوض لو طلع الرقم ده بوزطة يبقى ماشية من 3 الواحد طب طلع نيجاتف لا يبقى العكس اللي كان بقى صديقي 33.53 و 14.86 طبعا لما قلت لكش ان الرقم يطلع على الكالكليات الريل واماجنري الريل ده هو البي والاماجنري والكي وده كلام كله عبيد بالنسبة لك طيب لو طلبت منك هنا الاكتف باورلوس تطرح 33.8 من 33.53 طب الرياكتف باورلوس 15.66 نيجيتف 14.86 اه خلي بقى اول بص رقم 2 و 3 ده كانوا parallel transformation line انا هشتغل على كل line الواحد هجيب برضو S2 3 ايه ايه V2 O2 3 كونججج طلعت بالرقم ده بمعنى لو انت عايز ترسم بص كم و كم ده 2 و 3 بس كل line همسك كل line منهم ده الparallel صح انا همسك ده مثلا بس طيب كانت 2 و 3 معناها لو موجة بتبقى ماشية من اثنين لتلاتة لو سالب بتبقى ماشية من 3 هي موجة بتبقى ماشية كده 33.6 ميجا ووت وهنا 23.3 ميجا فار هيا بك انا قسمت على الimpedence بتاعت كل line مش الايكوبل ماشي اخر حاجة العكس بقى لو طلع مينس ومينس معناها العكس يبقى معناها ماشية المفروض لو بوزوتف يمشي من 3 ل 2 لكن لو نيجاتف يبقى يكمل من 2 ل 3 عادي اهو الرقم الرقم طلع 33.27 تم ميجا فار 22.68 برضو نفس الفكرة صديقي لو انت عايز تجيب اللوصز كاكتف اطرح الرقم ده من الرقم ده كري اكتف اطرح الرقم ده من الرقم ده بس هو ده اللي رسمت ومعلم وعملت لك اهو البتاع الرسمة بتاعتي اهو جيت بس عملت اهو حلو ماشية جيت عند باس واحد دي البي بتاعت السلاج باس ودي الكيو بتاعت السلاج باس عند باس اتنين ده كان بي في باس دي البي بتاعته عند البي كيو باس رسمت لبي والكيو بتاعته جيت مثلا ما بين باس واحد واثنين هوق دي البي بتاعتك بتاعتك راح تكملت الناحية بكام ودي الكيو بتاعتك هelujah اللي كنت رسمتها في أول رسمة ما بين واحد وثلاتة رسمت البي والكيو اللي جبتهم من الرسمة التانية ما بين اثنين وثلاتة عملت كل line برضو بنفس الفكرة الأسلاش دي معناها الكيو ودي معناها البي وخلص ولو طرحنا اتفق أنا جبت الـSował ما بين باس واحد واثنين وما بين واحد وتلاتة وما بين اثنين وثلاتة أه اللي ذي ربطها في اثنين عشان هم two lines خلو ترطي منك التوتال اكتف باورروس طرعت ب1.08 التوتال ري اكتف باورروس طرعت بكام 2.14 يعرف ان هي مسألة طويلة ورخمة بس ممكن اجيب لك واحدة زي دي في الامتحان اصعاب عليك اكتر او اصعاب عليك اكتر ان انا هتديك الداتا هتديك الداتا دي اللي هي سواء كانت الامبيدنس او البي او الكيو او الكلام ده كله عن طريق كود متلاب وسيادتك مطالب انك تطلع من كود المتلاب دي الداتا وتبدأ اتحال طب لو انت اصلا ما عرفتش تطلع الداتا من كود المتلاب وتشتغل شكرا اتاخد صفر برضو مع نفسي كده كده المحاضرة رقم اتنين بالنسبة لي خلصت ماشي وقعتها العبدالله ان شاء الله يبعتها لكم ولسه ان شاء الله ده يعتبر زي ما اتفقنا ده بورت وان بورت اتنين ده هيكون هو الكود بتاع المتلاب اوكي فهن ايه هن اشتحولكم في فيديو تاني وابعته لكم يعني عشان برضو ايه ما اقولش عليكم فيديو المتلاب كده وانت ايه ما تعرفش عنه حاجة ماشي يا جماعة شكرا وانا اتقابل في الايه في المحاضرة القادمة ان شاء الله شكرا